اشتركوا في القناة لا تبيعوها هل تجار الجملة يخفونها في مخازنهم اجيبون من فضلكم اين اختفى الزيت ولماذا هو غير متوفع وما هو الحل السريع الذي يجب اتخاذه لتوفير الزيت للمواطن حتى يأكل كاسكروت بالفريط والبيض بن سديرا يكشف عن مكان الزيت ويعطينا الحل لتوفيره لنتابع يا شباب لازم تفهموا حاجة انا اقول لكم من بداية انه هاته هاته الحركات البعلوانية لي غير محددة المعالم باشعاد نظرة الزيت نظرة الفرينة نظرة الشعب الحية بالنسبة للشرب هذه قلت لكم مؤامرة خارجية نعم مؤامرة خارجية تم التخطيط لها و يعني دراستها بشكل ممتاز في مخابر اجنبية نعم واحد يقول لي بس ديرا و كلا الحراك الشعبي في الجزائر الحراك الشعبي في الجزائر انتهى الحراك الشعبي السياسي في الجزائر انتهى بانتهاء الازمة لانه كانت هناك ازمة سياسية في الجزائر وهي العهدى الخامسة ومنظومة حكم واشريقة بعد انتهاء يعني مقومات و اسباب ودوافع اي طورة شعبية سياسية ينتعي الحرك الشعبي بعد خامسة انتهى منظومة حكم وصريقة انتهى ما يسمى بالعصابة تعاقبت رغم انني انا ضد سجنهم وضد العقوبات لكن يقولوا انتهى هناك اتخابات لأسية هناك برلمان جديد بسلبية وبيجالية هناك برلمان جديد هناك رئيس جديد بسلبية وبيجالية هناك رئيس جديد هناك مجال الشعبية بلدية وولائية جديدة اذا يعني اسباب اسباب ومقونات اي انتفاضة شعبية سلمية سياسية انتهت هذه من نحن مكانش مبارا تقولوا تخرج المدلسي ايه مش كيف ايه مش كيف ايه مش تعمل درنا انتخاب هذا المدلسي اذا ما عندكش مبرر سياسي نقطة ثانية اساسية انه الدولة اصدرت قوانين تصنف حركتين رشاد والماركتين ارهابيتين والحقيقة انه النواة الصلبة والجناح المتطرف في الحراك الشعبي هم مناظري رشاد في الجزائر ومناظري المارك في الجزائر بدعم خارجي من المارك في خارج خاصة في فرنسا وحركة رشاد في الخارج خاصة في لندن وشيسن اذا قيادة حركة رشاد وقيادة حركة المارك هي اللي كانت تدعم وتحرض وتنوب في القواعد متاعها اللي عندها القواعد في الجزائر القوانين التي صنفت حركة رشاد وحركة المارك حركتين ارهابيتين قضت على هذا الوعاء الشعبي على هذا القاعد الشعبية التي كانت تعتمد عليها او ترتكز عليها اي انتفاضة شعبية سياسية انتهت اصبح اي واحد يشم فيه رشاد او المارك السجن وكاين عشرات بالمئات السجن لتهمة الانتباع الى حركتين رشاد او المارك اذا الان الدولة غلقت كل المنافق غلقت كل المنافق على اي حرك سياسي على اي حرك سياسي الان هو البديل البديل لاخراج الشعب الى الشارع وانتفاضة شعبية وفورة شعبية وهيوجال شعبي هو نس جيب المواطن وهو ضرب القدرة الشرقية لمواطن وهو خلق ازمة اجتماعية اقتصادية خاصة اجتماعية او ما يصنع بطورة الجياء لانه هالكلام قلتنا قبل اشهر سنوات قلت لكم نستطيع نستطيع ان نتحكم في شعب شبعان ويطالب باصلاحات سياسية الشعب ما تخافه الشعب يكون شبعان ويخرج بعد ما يضرب فيها كما يقولك الناس ضد مريق المصر تضور الجمعة يضرب فيها طهوة وقارو ويخرج هو وولاده ويقصر يسقط النظام ويسقط الجيش ودولة مدنية ومش عسكرية وشبعان شبعان ويخرج تقدر تحكى فيه تقدر تحكى فيه حتى وتخوفه وتضربه كف يروح تخوفه ودله اي مشكل يروح توعيه يروح لانه شبعان في كرشو تقدر تناقشو فكريم ويعطيكو شبعان يقولوا ريح طابلين تناقشو ريح سمو حم تناقشو يكون دي ناقشو أو دي القارو قاهوة ووشبع تضرب فيها تبصي مش عارف من اي شخشوخة أو صفيقي أو مش عارف من اي شيشة ولا اي حاجة ولا ضرب فيها فريطوملات وفريطوملات بالبعض وجود رجب تفاع ويجي يريح معاكي ناقشو هذا تكون شبعان لكن الخطر الاعظم انك تواجه انتفاضة شعبية بالجوع واحد خارج من أجل جوعان كرشو فارغة با انت ما عندوش استعداد باشي خمن بعقل با انت خرجاته كرشو ما خرجوش عقل وهي هو الخطر الخطر الاعظم انك تقابل الشعب جوعان يطالب لتوفير الخبز يطالب بتوفير الزيت يطالب بتوفير الحليب لولاده لنوض الصباح لولاده يبقوا كاش يشربوا الحليب لنوض الصباح ما تقول ما عندك طيب بطاطا الزيت ما كانش لنوض الصباح يجرح وفارين الخبز ما كانش ها هو المشكلة هذه الازمة الاخطر انك تواجه شعب جوعان وهذا ما يخطط له الخوان والعملاء وهو تهييج الشعب والاستعانة بقواعدهم في الجزائر اللي هما قواعدهم من بين التجار معظم تجار الجملة هذه حقيقة لازم نقولها معظم تجار الجملة ينتمون لحركة الماك اللي هما قبائل او لحركة رشاد اللي هما ينتمون للتيار الاسلامي لانه عدد كبير من أنصار التيار الاسلامي في الجزائر سواء أنصار جبال اسلامية بكري أو أنصار الحركات الاسلاموية أو أنصار حركة رشاد في جنف تجارة ما يكرهوا الإدارة ما يخدموش في الإدارة أو الإدارة فلنحن تخبرهمش لأنه عنده سوادة هل ينتمي إلى حركة كذا ينتمي إداء إذن يروح التجارة يروح يفتحان واتقروسيس الزيت سكر القهوة إذن عندهم تعاطف مع الحركات المتطرفة اللي هي حركات رشاد وغيرها بالنسبة لقبائل جمعة الأمازيغ القبائل اللي حاكمين مونطولة التجارة زيت والسكر والقهوة معظمهم ينتمون لحركة الماك وبالتالي هناك تنسيق ما بين حركة الماك ورشاد مع التجار في الجزائر اللي هم اللي رأيهم يدعبوا في اللعبة هذه الخطيرة وهي مبارسة ضغط على الشعب ونظرة المواد الأساسية أنا أقول لكم أكثر من مرة أعيد وأكرر المشكلة ليس في نظرة المواد الاستهلاك المشكلة ليس في الزيت المشكلة ليس في السكر المشكلة ليس في الحليب موجودين تروح للسطوك تلقاهوا بالدليل ونقرأوا في الفيسبوك ونقرأوا في الجراد خلال هاد اليومين الباضيين مصالح الأمن ألقت القبر على عدد كبير من التجار مخزنين الزيت والفارينا والسكر الحليب أقرأوا تلقاهوا تمكنت مصالح الأمن من اقتحام مخزن فيه كمية كبيرة من الزيت فيه كمية من الحليب فيه كميات يعني المواد موجودة موجودة المشكلة في التوزيع المشكلة تجار الجملة ونسك الجملة اللي عم تحكمين في السوق وهذا الموضوع عنده علاقة بالوضع السياسي يريدون تهييج الشارع يريدون شيطنة الشارع قرأوا رايحة مرأز الاقتصادية الزيت مكاش والسكر مكاش الحليب مكاش إذن يالشعب الحل وشهي أخجه الشارع أحربوا الدنيا قلبوا الدنيا وإسقاط النظام بعدما فشلوا فشلا دريعا الخوانوا والعملاء في إسقاط الدولة وإسقاط النظام وإسقاط السلطة سياسيا بطرق سياسية السلمية وحتى بالتخريب من خلال تخريب المنشآت من خلال عمليات كرهابية مثل ما تلقى قبل عدد نجمع تلماك نجمع الرشاد ثانت السجون بعدما فشلوا في مخططهم المجتوي الآن وجدوا الورقة الأخيرة الورقة الأخيرة وهي تهييج الشارع وضربوا في جيبه وضربوا في كشف ضربوا في كشف نقصوا الحليب نقصوا السكر نقصوا الزيت نقصوا كذا نقصوا كذا إذن النقطة الأولى لازم الشعب يكون واعي بهذه المؤامرة الخطيرة التي تستهدف الدولة تستهدف الأمة لأنه المشكلة ليس في نظرة المواد الاستهلاكية المشكلة في توزيع هذه المواد وفي التجار اللي يتحكم في السوق نقصوا لازم واعي المواطن البسيط لازم يعرف أنه المؤامرة خطيرة تستهدف كيانة الدولة النقطة الثانية هو مطلوب من مصالح الأمن وبشكل عاجل مطلوب من مصالح الأمن وبشكل عاجل تدخل بقوة تدخل بقوة لمراقبة المخازن مراقبة المصانع المنتجة مصانع إنتاج الزيت إنتاج الحليب إنتاج السكر إنتاج القهوة هذه المصانع لازم مراقبة دورية هتكون إحصائيات نظر التجارة نسقوا مع مصالح الأمن ومصالح الأمن تقوم بدوريات اليوم نروح المصنع الثاني لكن تخدموه بها الإنتاج لأنه إذا كان المشكل فيه الإنتاج الدولة هنا لازمها تدخل لاستيراد المواد الأساسية لأنه إذا كان بالفعل هناك نظرة الزيت أخيار عجبه من خارج ستوردو ستوردو من إسبانيا من فرنسا من أي دولة إذا كان مشكل في نظرة الحليب ستوردو أين المشكل ستوردو لكن أنا أكد لكم أن المشكل ليس المشكل ليس في نظرة المواد بل المشكل في توزيع وهذا مخطط جهنني يدخل في إطار مخطط استهداف الدولة ضرب الدولة وحاولت زعزعة النظام وإسقاط كيان الدولة هذا مخطط الخوانة والعملاء اللي حاولوا زرع الفتنة زرع الخراب زرع البلبلة زرع كل أنواع التسل إذن كما سمعنا أعزائي المشاهدين فبنسديرا يؤكد بأن المصانع تقوم بإنتاج الزيت من دون التقليل في كمية الإنتاج وبدو النقاش يطالب بتسليم هذا الأمر للأجهزة الأمنية من أجل البحث والتحري عن مكان إخفاء الزيت لأن الزيت يتم إخفاؤه عنوة من أجل خلق أزمة داخل البلاد وبمعنى أنه هناك مؤامرة مضبرة من أجل تهييج الشعب الجزائري من جديد وإخراجه إلى الشارع مرة أخرى ولا توجد وسيلة لذلك لأنه نفذت كل الطرق لتهييج هذا الشعب الهائج في طبيعته والمنرفز في طبيعته أيضا إذن لا توجد وسيلة لتهييجه سوى قطع المواد التي لا يستطيع الاستغناء عنها مثل الزيت لأن الفرد الجزائري لا يأكل سوى الفريد والزلبية والخبز أي المأكلات التي تتطلب الزيت ولو تتبعنا قليلا فإن من يريدون التخلاط في البلاد هم أتباع الحركتين الإرهابيتين الماك ورشاة وهي ليست صدفة أبدا أن تجدهم متمركزون في منابع المال إذن فهؤلاء ليس همهم البلاد ولا الإصلاحات ولا التطوير ولا التقدم لا أي شيء همهم هو جمع المال ليس إلا لذلك نراهم مسيطرين على منابع المال ولا يوجد مكان أفضل من أسواق الجملة وقد وصلوا إلى تلك المراكز عندما كان الشعب الجزائري ينزف هم يستغلوا الفرصة لأنهم مشاركون في عملية إبادة الجزائريين في التسعينات إذن هم يتحكمون في بطوم الجزائريين وأي إصلاح في البلاد سيضرهم ويضر مشروعهم في السيطرة أكثر لذلك فهم يستعملون تلك الوسيلة كوسيلة ضغط على السلطة أي بمعنى يتخلون بيروكانة ينخلطوها والحل هو أن تتدخل مصالح الأمن وتراقب مستودعات التخزين وتتبع الشاحنات التي تخرج الزيت من المصانع ونفس الأمر مع باقي المواد الاستهلاكية في ظرف أسبوع سنقضي على هذا المشكل يلعجح